ينضم إلينا من الجزائر الدكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر أهلا بك معنا دكتور نور الدين في البداية كيف يمكن أن تتحول الإصابة والإعاقة إلى حافز هل هذا يرجع إلى دوافع شخصية ومقاومات شخصية للشخص نفسه أم هذا يرجع إلى الظروف المحيطة أيضا من حوله أعتقد أن الأصل هو الظروف المحيطة من حوله لأن تجاوز كل هذه الضغوطات عادة هي ترتبط من مدى قوة دهنية لذلك الفرد لذلك لم نشهد تميزا على مستوى واسع على مستوى دوي الاحتياجات الخاصة وإنما رأينا حالات قليلة جدا على أساس أن البيئة لا تساعد على إنتاج هذا التميز لأن أحيانا في الظروف الصعبة حتى الناس الذين يتمتعون بكل قدراتهم لا يستطيعون التميز وتحقيق إنجازات تذكر فما بالك بمن يحتاج أصلا إلى مساعدة وبتالي تلعب شخصية الفرد تلعب دورا مهما جدا في قلب الطاولة لكن الأصل في الأشياء أن هذه الفئة في الغالب تحتاج إلى مساعدة وتحتاج إلى ليس أقول مساعدة وإنما الحق في تنظيم أو تهيئة بيئة مساعدة لكي يتعايشوا لكي يحدث الاندماج لأنه غير معقول أنه طالب من يحدث ما هي البيئة المناسبة دكتور نور الدينة التي يجب توفيرها لهؤلاء يعني من يمتلكون قدرات أو إعاقات يعني ما المطلوب من المجتمع ناحيتهم وطريقة التعامل معهم وخاصة مع انتشار ظاهرة التنمر التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير هناك نوعين من المطالب في إن صح القول هناك ما هو دهني هو ما مرتبط بالتقافة طريقة التعامل مع هذه الفئة طريقة مخاطبتها طريقة التواصل طريقة كيف يتم تقديم المساعدة داخل البيت خارج الجيب خارج البيت أثناء التدريس وبالتالي هذه تحتاج إلى تغيير في العقليات في الدهنيات في التقافة هناك جانب آخر وهو أسهل وهو الجانب المادي لمن يملك ذلك لأن نشو الظروف المادية تساعد بشكل كبير جدا على تجاوز هذه الإعاقة لكن نحن في المجتمعات العربية لأسف شديد نفتقد للموارد المالية التي تسمح بتهيئة الظروف مناسبة تسمح بإعطاء أدوار أدوار وظيفية لهذه الفئة حسب طبيعة الإعاقة ومن الجهة المقابلة نحتاج إلى نقل المجتمع من نظرة نظرة العاطفية نظرة التضامن المبنية على النظر عبما بنظرة الحرمان ونظرة الضعف الشديد جدا إلى نوع من النظرة التي تحتاج إلى نوع من الشراكة وتلك الشراكة تحتاج إلى نوع من المساعدة وليس نظرة نظرة مستصغارية أو نظرة تجعلهم دائما في وضع ذلك المكسور ذلك غير قادر على تقديم أي شيء لذلك أعتقد أنه جزء كبير من المعادلة هو كيفية التفاعل مع هذه الفئة كيف يمكن لأنه في الآخر المطاف للأسف الشديد عندما تكون كيف يمكن دكتور نور الدين عندما تكون الدرج أن تتم هذه التوعية للمجتمع كيف يمكن هل عن طريق وسائل الإعلام أم عن طريق تربية أجيال جديدة على أسس جديدة يعني برأيك كيف؟ الإعلام يلعب دور كبير جدا في إيصال هذا النوع من الإنشغال هذه إشكاليات مطروحة عند بعض الأسر لكن غير مطروحة عند الآخرين وبتالي يحتاج طرحها إلى أن تكون هناك وسيلة التواصل المشتركة وهو الإعلام عندما ينبه الناس إلى أن هذه الفئة وأسر هذه الفئة تحتاج إلى تعامل خاص تحتاج إلى تفاهم تحتاج أحيانا ليس إلى مساعدة بقدر ما تحتاج إلى تفاهم وبالتالي نحتاج إلى التحسيس بالمشكلة أضف إلى ذلك أعتقد أنه هناك يجب الاشتغال على الفئة في حد ذاتها لأنه عندما تكون هناك ظروف صعبة يستبن وربما يتعاطى بشكل كبير جدا تلك الفئات تتعاطى بشكل كبير مع طبيعة مع الشعور بالمظلومية الشعور بالنقص الشعور بعدم القدرة لأنه لا تجد ربما حلول كبيرة جدا تحتاج إلى العطف تحتاج إلى العطف تحتاج إلى المساعدة فقط وبالتالي هذا لا يساعدها لأنه هناك الكثير من من يعانون من هذه العوايق يستطيعون أن يستقلوا بأنفسهم ويستطيعون أن يحققوا إنجازات إذا ساعدهم المجتمع على عدم عدم ربما وضعهم في خانة العاجزين يجب ربما أحيانا تعامل معهم من نوع منها ربما نوع منها لا يقول الغلضة وإنما بنوع من تحسيس بالمسؤولية كي يستطيعون يتجاوزوا هذه العاقات ومن ذلك مثلا عدم النظرة ربما تركيز النظرة بشكل كبير جدا على أنهم غير طبيعيين غير عاديين بشكل كبير جدا وهذا يفرض ضغط على المعاق وعلى أهل المعاق حتى نجد أن كثير من الأسر أصبحت تستحيي وأصبحت ترمات تنحرج تتحرج من وجود إعاقة داخل الأسرة وللأسف شديد تخفي حتى أبناءها المعاق وهذا غير طبيعي وبالتالي يجب تنويع الرسائل تنويع الرسائل تنويع التحسيس حسب طبيعة المتلقي شكرا دكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر كنت ضيفا معنا على شاشة الأد ترجمة نانسي قنقر